النهاردة معنا أخبار طبعا وديوف مميزين وخلينا نبدأ الكلام كده ونفكر برضو جماهيرنا بيوم الأربع إن شاء الله اللي جاي عندنا موعد مع مباراة طبعا الدور نصف إنهائي من مسابقة كاس مصر من الموسم الماضي احنا بنتكلم واللي وصل برضو فيه الفريق للدور نصف إنهائي عشان نقدر لنقول لنحنا هنواجه بقى أم بي بإذن الله يوم الأربع وهي مواجهة خلينا برضو نتكلم سريعا هي مواجهة مش هتكون سهلة أبدا يا كريم يعني كعادة مباريات الكاس دايما بنتكلم كمان نادي أم بي عامل موسم بصراحة مميز جدا موسم اللي فات وأعتقد كمان في الموسم ده مركز كمان في يعني عنده مجموعة كبيرة جدا وعنده برضو تحديات كبيرة جدا وعنده لعيبة مميزين بصراحة كمان في الفريق وده اللي أنا اتكلمت عنه قبل كده أنا وانت وكريم وفاروق كلمنا عنه أكتر من مرة إن كل ما الفرق المختلفة بتكون في تطور في المستوى الفاني بتاعها وغيره في الصفقات كل ده ما بينعكس على كمان التنافسية والمتعة وكمان بينعكس على الكرة المصرية بيبقى فيها روح مختلفة فكرة أن انت تلاقي فرق بتانها تلاقي أن انت فرق الرانكين بتاحها بيختلف ده كله اعتقد لصالح الكرة المصرية في الأول وفي الآخر أي فريق برضو خلينا نأكد على النقطة دي بيلاعب الأهل بيكون عايز ينافس وعايز يكسى وعايز كمان يطلع أفضل ما عنده أقصى ما عنده من إمكانيات فنية في الملعب ده كلام أعتقد مفروغ منه وبنشوفه على الأرض بشكل كبير جدا فهي مباراة قوية طبعا مباراة محسومة ما فيش الكلام ده أبدا نحن نتكلم أكيد برضو في تفاصيل كتير على مدار الحلقة بالتأكيد أنا واند طبعا يعني